بسم الله الرحمن الرحيم بداية أود شكر جمعية إشراق على ما تقدمه من جهود مشكورة في سبيل رفع الوعي المجتمعي يعني اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه فيما يخص أهمية التشخيص المبكر هناك قاعدة ذهبية نستخدمها نحن المختصين تقول بأن التشخيص المبكر والتدخل المبكر هو يعطي دائما أفضل الحلول والنتائج لماذا التشخيص المبكر؟ لأنه يتيح لنا مدة زمنية أطول للتعامل مع وضع الطفل وسلوكياته ويعطيه فرص أكبر للنجاح والتعديل السلوك أيضا دماغ الطفل في عمر صغيرة يكون من السهل إعادة تشكيله وإعادة إكسابه بعض المهارات والعادات بينما الطفل في عمر أكبر يكون قد ترسخت لديه بعض العادات ويكون من الصعب إحلال عادات بديلة مكانها لذلك ننوه ونشير على أهمية رفع الوعي لدى المربين والأهالي والمعلمين في اكتشافات الحالات مبكرا وإحالتها إلى المختصين شكرا شكرا شكرا